بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أنه الإله الحق له الأسماء الحسنى والصفات العلا رب كل شيء ومليكه وسعت رحمته كل شيء وتجلت حكمته في أقداره وأفعاله وأشهد أن عبده ورسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله من أرسله رحمة للعالمين وأنزل عليه شرعه المبين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته موضوع محاضرتنا عن التوكل على الله واليقين بقدرته وحكمته وهذا موضوع تشتد حاجة المسلم لمعرفته والتحقق بمضامينه في أحواله كلها خاصة في الأحوال التي تشتد فيها الكربات وتنزل فيها النوائب لأن بعضا من الناس عندما يتعرضون لذلك يطيش صوابهم وتضيق عليهم أنفسهم وربما نسوا أنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بعلمه وقدرته وحكمته وربما ساء ظنهم بربهم أنه حصل لهم ما حصل ولم يحصدر منهم ما يستوجب ذلك أو أنه حصل لهم ولم يحصل لأمثالهم أو من حولهم إلى آخر ما يلقى في نفوس هؤلاء في ظروف المصائب والمحن ولئن كان المصاب أو من حدث له ما يسوءه ويضيق عليه قد يُعذر في ألمه وضيق نفسه وتكدر خاطره إلا أن المسلم لا بد أن يستيقن دائما أنه عبد لمولاه يسيره ويدبره ويأمره وينهى وأنه لم يخلق عبثا وأنه ليس في هذا الكون إله غير الله فلا يحصل شيء في غفلة من الله حاشا جل وعلا وعليه أن يتذكر ذلك في حال السراء وأن يستصحبه في حال الضراء فهذا ما يخفف عليه مصابة ويدفعه إلى مزيد من اللجوء إلى ربه والانطراح بين يديه والتذلل له مع الأخذ بكل الأسباب والوسائل الممكنة التي يرى فيها صلاح حاله من غير مخالفة لشرع الله فإن حصل له مراده فذلك فضل الله وإن لم يحصل لم يجزع ولم يتحسر على ضياع جهده لأن الله لم يقدر له ما أراد وهو مأجور على صبره هذا ورضاه وتسليمه وإذا استقرت هذه المعاني في نفس المسلم اطمأن قلبه واستكانت جوانحه لحكم مولاه الذي خلقه وخلق غيره وقدر له وقدر عليه ليس له شريك في ملكه ولا في أمره لا في السماء ولا في الأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون هذا هو خلق المؤمن الصادق تحقيقا لما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن هذه الآية الكريمة أيها الإخوة بهذا التحديد الدقيق الشامل لحياة الإنسان ولعمله كله في حياته ولمماته وما بعده يمنع أن يكون شيء من ذلك لغير الله فلا يصلح ولا يليق أن يتعلق المسلم ولا أن يتوكل في أي شأن من شؤونه بغير الله وهذا رسولنا صلى الله وسلم وبارك عليه أو المبادرين والمسارعين للالتزام التام بكل ما فيها في أحواله كلها بل إنه في حال الشدائد كان أكثر تعلقا وتوكلا على الله وثقة به ولم يؤثر عنه انقطاعه عن الأخذ بالأسباب ولا ركونه واستكانته إليها بل كان يبذل ما في وسعه ويلتجء إلى ربه برغبة صادقة ويقين لا يتزحزح بأن ما قدره الله هو الواقع الحاصل وربه جل وعلا لم يخله من لطفه ورحمته في كل ما عرض له وفي كل ما أصابه وهذا ما يدفع بالمسلم دفعا قويا لا محيد عنه لالتزام منهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله الأسوة الكاملة لأتباعه في كل زمان وفي كل مكان لا يختص بذلك من رآه وكان معه من أصحابه الذين اصطفاهم الله لصحبته والتلقي عنه بل ذلك لأمته كلها حتى من جاء بعده تحقيقا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإذا تحقق المسلم بهذه المعاني فإنه يحصل معنى العبودية التي خلق من أجلها وكلف بها في كل ما يأتي وما يذر وفي كل ما يصيبه أو يخطئه طاعة لربه يؤجر عليها وتكسبه الرضا واليقين جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أبو يحيى صهيب ابن سينان الرومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإذا وصل الإنسان المسلم إلى هذه المرتبة صدق يقينه بقدرة الله وأنه لن يصيبه شيء إلا إذا قدره الله عليه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقد جاء في الحديث فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ومع هذا اليقين يحصل التوكل الصحيح الصادق على الله سبحانه بالسعي فيما ينفع وتعاطي الأسباب الممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار أن مرد الأمور لله فلا يخشى العبد المؤمن إلا الله ولا يرجو سواه ولا يؤمل في فضل من غيره سبحانه وتعالى فالله هو الذي يحقق له مقصود فإن حصل ما يريده شكر الله على ما أنعم به عليه وإن لم يحصل له رضي بقدر الله وهذا كمال العبودية وكمال التوكل على الله سبحانه الذي هو من أعظم العبادات التي أمر الله بها عباده المؤمنين في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وبين محبته لعباده المتوكلين عليه بقوله إن الله يحب المتوكلين وتأذن سبحانه بكفاية المتوكلين عليه ومن يتوكل على الله فهو وحسبه إن الله بالغ أمره وقد قص القرآن الكريم على المؤمنين من أخبار الأنبياء عليهم السلام ما يؤكد ما يؤكد هذا المعنى وأن هذا هو خلقهم حيث كانوا يعملون ما في وسعهم ويكلون الأمر بعد ذلك لله ثقة به جل وعلا فهذا إبراهيم عليه السلام دعا قومه واجتهد في دعوتهم رغبة في نجاتهم ولكنهم كذبوا ورفضوا ما جاء به ولم يكتفوا بذلك بل أشعلوا نارا عظيمة وقذفوه فيها فلما ألقي في النار لجأ إلى التوكل على خالقه وقال حسبنا الله ونعم الوكيل وهذه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فأنجاه الله من النار قال جل ذكره قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له إن قريشا جمعت لحربه جموعا كثيرة في غزوة الأحزاب فاستعد لذلك بما استطاع مما هو معلوم من حفر الخندق وترتيب أصحابه وبدل كل ما يستطيع ثم لجأ إلى التوكل على الله فيما بقي وهذا ما قصه الله علينا في قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم في هذا تعليم من الله للمؤمنين جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الأزمنة بعده إلى قيام الساعة وكما تقدم فإن التوكل على الله لا يكون صحيحا إلا إذا أخذ العبد بالأسباب الممكنة التي يستطيعها ثم يكل بعد ذلك الأمر لله موقنا بأنه على كل شيء قدير وأن ما قدره هو الذي يقع حتى لا يتحسر على عدم حصول مراده ولا يندم على عدم بذل الأسباب روى الصحابي الجليل عمر بن أمية رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل فقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا له المنهج الصحيح الذي يجب على كل إنسان مسلم أن ينسلكه قال اعقلها وتوكل اعقلها هذا هو أخذ السبب وتوكل هذا هو الجانب الآخر في إسناد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى واليقين أنه لن يحصل شيء في هذا الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وروا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطعنا في هذا جمع بين الأمرين العظيمين الذين هما حقيقة التوكل الصحيح أولهما السعي في طلب الرزق وتحصيله وهذا معنى قوله تغدو والأمر الآخر الالتجاء إلى الله والثقة به في حصول الرزق الذي وعد به في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولذلك حصلت النتيجة لهذه المخلوقات بتيسير رزقها فتروح إلى أعشاشها وأكوناتها في المساء بطعنا أي ممتلئة البطون مما رزقها الله به وروا معاوية بن قرة قال لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم المتواكلون إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل وهذا منه رضي الله تعالى عنه ربما لأنه رأى منهم قعودا وزهدا وزهدا في السعي في طلب الرزق وقد جاء عن بن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قوله تعالى في سورة البقرة وتزود زاد وأنه وأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بعلمه وقدره مخالف لهدي الشرع وفاعله محروم من عون الله ولن يحصل على مراده وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الاعتماد على الأسباب وحدها خذلان عندما قص على المؤمنين ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه في غزوة حنين وما تفضل به وأنعم عليهم به بتداركهم برحمته بعد أن أوقع الأعداء بهم لأنهم اعتمدوا على الأسباب فقالوا عندما نظروا إلى كثرة جيش المسلمين لن نغلب اليوم من قلة فحصلت لهم الهزيمة بادئ الأمر ليذكرهم الله بأهمية الاعتماد عليه مع بذل الأسباب قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وقد قال بعض أهل العلم المحققين في شأن الاعتماد على الأسباب أو تركها بالكلية كلاما نفيسا يبين الموقف الصحيح في هذا الأمر قالوا الالتفاة إلى الأسباب أي الاعتماد عليها شرك في توحيد الله ومحو الأسباب أي إلغاؤها بالكلية كما تقدم في قصة المتواكلين نقص في العقل لأن الله ربط الأمور بأسبابها التي توصل إليها مع قدرته جل وعلا على إحداث النتائج بدون أسبابها حتى يعلم الخلق المنهج الصحيح الذي يسيرون عليه في تحصيل مطالبهم وتحقيق مآربهم ومما تقدم يتبين أن الناس إزاء الأسباب والاعتماد عليها ثلاثة أصناف صنف من الناس يعتمدون على الأسباب مجردة ويجعلونها غاية همهم وسعيهم ويقطعون صلتهم بمسبب الأسباب الذي هو رب الأرباب أو يدخلون معه هذه الأسباب في تحصيل مرادهم اعتمادا عليها وهذا العمل هو الذي قال عنه العلماء إنه شرك في توحيد الله شرك أصغر فيما لو أنهم جعلوا لهذه الأسباب مدخلا في تحصيل مرادهم وشرك أكبر فيما لو أنهم قطعوا نظرهم عن قدرة الله واعتمدوا اعتمادا كليا على هذه الأسباب والصنف الثاني تركوا تعاطي الأسباب بالكلية اتكالا على أن الأمور مقدرة بقدر الله سبحانه وتعالى وأنه لا حاجة لتعاطيها وهذا هو العجز الذي لا يليق بالإنسان المسلم بل ولا بالإنسان العاقل وهو أمر مخالف لسنة الله الكونية ولما أمر به والصنف الثالث هم الذين جمعوا بين الأمرين ووضعوا كل منهما في مكانه الصحيح وهم يبذلون المستطاع بتعاطي السبب ثم يكلون الأمر إلى الله بعد ذلك ويلتجؤون إليه رغبة في تحصيل مرادهم ليقينهم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا وهذا هو الموافق لهدي الشرع وصاحبه هو العامل بما أبر به ولا يقدح في توكله هذا رغبته في أن يحصل له مراده ولا يقنطه وييأسه عدم حصوله لأنه موقن بأن الأمر كله لله فيرضى بما قدره الله له ولا يقطع دعاءه ولا رجاءه ولا سعيه بالتسبب مرة أخرى فلكل أجل كتاب وقد يقدر الله له في المرة التالية حصول ما أراده وهذا مشاهد معلوم وإن لم يحصل له شيء ازداد يقينا بربه وكتب وكتب أجر صبره واستكانته لمولاه اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك واليقين بقدرتك وهيئ لنا أسباب الخير واصرف عنا برحمتك أسباب الشر وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة